السلام عليكم معكم سلمة من قناة سلمة سلمين مطبخوا الابداع ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير يا ربي اليوم جبت لكم هذا الفيديو تاعد ميلاد ولدي جبت لكم كيف شدرت هذا لطارت اللي جات بنينا صدقوني البناء تهبل خير من هذوك اللي طارت تعجين تسكر وهذوك الحوايج هاي لا راح تشوفوها قدمه سهلة اقتصادية وحتى اذا عمرك ما درتي اللي طارتو هذو الحوايج تقدر تديرها فاسين مو هنا يا لبنات درت زوج عظمات درت لهم رشة تعملح ونصف كاس سكر حرش طلعتهم كامل مليح شوفو حتن ولا الخليط بيض وثقيل كما رأيكم تشوفو زيت لهم نصف كاس حليب دافي دفيتو شوية قعد كان في الثلاجة جبتو دفيتو وزيتلو نصف كاس زيت نصف كاس سكر نصف كاس زيت نصف كاس حليب زوج مغارف اه عفون زوج بيضات وخلطتهم كامل مع بعضاهم اللي بنات والله يصدقوني جا تتهبل مش شرط تديرو هذي كلاجينواز كاين لي ما تصلح لهمش هذي ديريها وعينيك مغمضين درت كاس ونصف فارينة ديما يعني تديرو ثلاث اضعاف للحويج مثلا اذا درتي ربع بيضات واذا بغيتيها تجيك كبيرة ديري كاس 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 حليب ثلاث كيسان فارينة درت لها باكتع خميرت الحلوة كما شتو اولا فانيه زيت هكا شوية بيدي يقدر مغرفة المهم مش ما تجيناش ريحة على البيض في الكيكا وعادي خلطها ثاني بالخلاط الكهربائي مش شرط كما جينواز تحتاج انك تكون يتعرفي وتخلطي من تحت الفوق وما لازمش طهبات ويدخلها لهوا وتفسدلك هنا يجبت هذا المول دهنته بالزبدة ودرت له الفارينة ولوحتها في الفور على 180 درجة حتى نشتها وبدأت تحمر شوية وزيت لها من فوق بالنسبة لشانتيه البنات درت كاس بودرت شانتيه مع كاس نقص منه حوالي سبعه هكا كتاع ما يكون بارد ليس هذا البارد المغلاسي بارد عادي يعني بارد شوية زايد على العادي كي تطلع مليح وباش في نفس الوقت لو كان يكون مغلاسي بزاف ما تذوبلكمش هذيك الشانتيه التاعكم وطلعوها مليح مليح باش تجيكم هذيك الكريم شانتيه التاعكم طالع مليح وما تحبط لكمش مع انه هنا شكل شانتيه في هاذ لا تارت ما يهمش لانها راح تتغطاع الجوانب ومن فوق راح نديل لها شوكولات يعني راح تهم هكا شوية برك في هذوك الحواف المهم هذي هي كفاش تخدموا الشانتيه التاعكم شوفوا حتى نولاتك يقلب تكسحن ما تهبط حطيتها في الثلاجة ومن بعدها المهم زدت لها شوية شوكولات أوبتيلا درت لها زوج مغارف وطلعت تلافة بعدها زدت مغارف واحدة ها هي كيكي كما تلكم رجعتها في الثلاجة ها هي كيهنا يا لاتارت خليتها تحتين بردت هذيك مسكوتة ولا جينواز ما هيش جينواز المهم الكيك خليتها بردت مع قلبتها عادي القطر التاعو نورمان مو خمسة وعشرين سنتيم البنات ولا ثلاثين تبالي ثلاثين شوفوا راه ما تجيش طالعة بزاف اذا حبينا تجيكم طالعة زيدوا مثلا بيضاء وزيدوا في المقادير الحبايج ولا اذا حبيتوها ثاني كبيرا المهم ضعف المقادير أنا درتها غير هكا صغيرة برك راني هنا نقسم فيها في الوسط بالنسبة للسيرو البنات راني ما صبرتوش نسيت ما صبرتوش شوفوا البنات كثاش تجي مثقبة يعني دليل باللي راه هيك خفيفة جات هايلة سيروا البنات درت كاس تعمى معها تقريب ان هكا نصف كاس تعمى سكر خليتهم يغليوا كي هز الغلية هكاك عشر دقائق طفيت عليه وبرتهم ليح بش ما يكون هكاك سخوني يفزد لي الكيكات ولي طهبط لي ولا مهم خفتي فزدها وخلاص سقيت هذيك الطبقة اللولة وها هي كي الكرام هذيك ندير هكا ديروا سيركل لما اذا ما عندكش الادوات خلاص ما عندك لابوش ما عندك والو هزي بالمغرف وطلي هزي بالمغرف وحطي لها ديريها شوية المهم تكون طبقة هكا شوية بش تبان وبعدها كي تتعظ تبان هذيك اللاكرام عادي واخدموا بالملعقة بالملعقة برك انا عندي هكا شوية هذو الادوات نörtين معادي وبعدها سيدتي بالملعقة يا سيدة ملعقة لانها نزيدها شوية بشكة بالمغرف ويمكنها كيفيةaba اشت و نعمرها البنات بهذه كرامال ابريس يعني suppose اختياري هنااج الدرث الجوز انا نШتي فها الجوز اضع الجوز فليطارت يعجبني ذوق الدعو اضعتها من فوق كابريس اضعتها بالناجة اضعتها بالناجة اضعتها هذه الكابريس خاصة الموف ها هيكي تشوفوا شحال ها وجه السارق لصاحب العيد ميلاد انا انخدم فليطارت اصلا مفايق بلي ها هيكي ها هيكي هنا نسيت كنت ها نشربها هذه الطبقة ونسيت ما شربتها تبغيوا تشربها ولا ما تشربها كما تبغيوا المهم كما تحبوا وهنا يا عاود تدرت لها طبقة تقدروا البنات كما أخدموها كاكبرك بالملعقة المهم تديروا التغطية المهم تغطيوها ما تبقاش فارغة وخلاص كما قلت لكم راهو كل شرح يتغطى لماذا لا تعرف انا قلت لكم هذه الطبقة سهلة ولماذا لا تعرف خلاص غير اطلي برك وماذا راني ان تغطى اذا فيها عيوب حاولي انها تكون متقونا هكا لماذا تكون مخلطة طول هكا هكا نحيو شوية ذاك زائد حتى لا تكون معامرة بلا كرام كنت هنا نحيلها شوية في الزوائد كما راكم تشوفوا اذا شتوا هذه كلا كرام ذابت بزاف وعيتوا كيف تديروا لحوها شوية في الثلاجة وعودوا وخرجوها هنا كنت نعمر في هذه الفراغات التي جاءوا من تحت هكا وراح اللوحة في الثلاجة شوية هنا يا بعد ما لحتها في الثلاجة وجبتها شوفوا البنات شريت عند الحانوت هذي الفرميسال كما قلت لكم بغيت هذي اللاتارت بغيت ما قلت لكم بصح انا قلت بغيت هك شغول كما تعبك ريف الطفولات كي شريونا ذيك الباتيسري في عيد ميلادنا هكا تخيلتها وهكا كجات عمرت الحواف تحب هذك الفرميسال على الشوكولات هكا المهم نديروا لها في الحواف تقدروا تديروا هذك كوكا وإفلي ولا لوز إفلي حمصوا شوية ثاني وديروا تقدروا ثاني شانتي تخليوها بيضا الذوق راهوكي اختياري كل واحدة تدير على الذوق تزيين يعني كما تحبوتهم هنا هنا يا البنات ذوبت الشوكولات هذي كتع الميزان سميوهالي الوجدان وتخيلوا أي شوكولات هذو كتع البلاكة عادي مونا ولمينا وزدت لها الحليب فوق النار مباشرة نحطتها في كسرونة وزدت لها الحليب ولكن الحليب غير شوية وكل ما تذوب نخلط مخليوهاش على النار لازم نقعد ونخلطه فيها وكي نكونوا نديروا على اللطرت لازم تكون باردة الشي كولة لا تكون سخونة لأنها ستذوب لك وتتخلط معها كما راكم تشوفوا هنا شوية تخلط مع اللاكرام أما إذا كانت سخونة طول هي راح تكون طول مهرودة هنا يا جيت راح نزينها جيتها شوية ذابت لها ذيك شنطيع وترجعتها واللي تدرت لها هذوك الحواف ها هيكي البنات كما راكم تشوفوا هذيك شوكولات كدرنا لها الحليب بالشوكولات ما تبقاش جامدة يعني متعودش قاسحة تعود طرية وفي نفس الوقت ما هيش ذايبة وأمامتون ما هيش يابسة تشوفوا البنات والله غير جاة تتهبل ان شاء الله تكون يعني فهمتوا الطريقة التاعي فهمتوا كيفاش درتها راهي سهلة سهلة لشتا جامي درتي لها تارت راح تعرفي كيفاش تديري ها شوفوا البنات درتها طاب لها سامبل بصحت بلو حلوة شريت شوية فوشار شوية هكا شوكولات حلويات وجي درت في هذوك القراعية هذوك هذي تزيين قدرتهم واحد المرة في عيد ميلاد ابني وبقيت مخبيتهم والبارحة كان مهم نهار الحفلة جبتهم سامبل كما راكم تشوفوا شمعة صغيرة وفوتنا هي بالمشاء الله المهم هذي هي البنات ان شاء الله هنكون عاونتكم اللي حب تتفرح اي واحد من عائلتها ومعندهاش الامكانيات بزاف راهيكي سامبل المت الدوال وشريت شانتي بعشرين الف وبقالي منها شريت هذك الجوز بعشر الاف بقالي منه شريت الفيرميسال بخمس الاف وبقالي منه العظام الحليب الزيت هذو كل حواهي جراهم من الدار شي كولا كانت عندي تقدروا تشري واحدة بسبعالاف هذي كتع سبعالاف وانتو ما درتو احسن عيد ميلاد المهم والصح هو في الهنا وفي الراس يكون لبس علي هذا مكان شريت شوية جو شوية فوشار ونفيخات هذو كذوج اخلاص هذي هي شوفوا البنات كفتش جات من داخل تبل تبل نخليكم على خير السلام عليكم